بحث مجير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضر موت الساحل الدكتور محمد الجمحي مع رئيس شعبة الخدمات الطبية النقيب الدكتور حسن التميمي ونائب رئيس المركز الاعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية الملازم ثاني فهم قندل آلية تنفيذ العيادة المتنقلة لتقديم الأنسولين والأدوية المجانية للمرضى بأرياف حضر موت الساحل بالتنسيق مع مكتب الصحة بالمحافظة بدوره أبدأ الدكتور الجمحي استعداد مكتب الصحة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل العيادة المتنقلة التي تسهم في خدمة المرضى المحتاجين بالمحافظة